السلام عليكم أيها الأساطير و أهلا و مرحبا بكم في هذا المقطع الجديد و الخرافي و كالعادة على قناتكم GAMES في هذا المقطع الخاص بيوم أيها الأساطير سوف نتعرف على لاعب أسطوري من الستاندار طيرليس بالجي بي فقط بالنسبة للسعر هذا اللعب أيها الأساطير فهو لا يتجوز 10 ألاف جي بي وهو من بين أسرع اللاعبين الموجودين حاليا في EFootball 2024 بالنسبة لهذا اللعب الأساطير فهو يلعب في مركز RWF و كذلك يلعب في مركز RMF سوف يكون مفيد لكم بالنسبة لأشخاص المبتدئين في اللعبة الذين لديهم حسابات جديدة فهذا اللعب أيها الأساطير سوف يساعدكم كثيرا على الفوز في المباريش و لن أساطر قبل الدخول في المقطع لا تنسوا دعمنا بالزر لايك للفيديو والإشراك في قناة إذا كنت غير مشارك بعد يا صديقي قم بالاشتراك معنا كذلك لا تنسى تفعيل زر أجارس حتى تتوصل بجميع المقاطعة الجديدة و لا تنسى كذلك ترك تعليق محفزا و إذا كان لديك أي تساؤل و تركه في تعليق يا صديقي سوف أجيب الجميع إن شاء الله كذلك لا تنسى مشاركة هذا المقطع مع أصدقائك يا صديقي حتى يستفيدوا جميعا من هذا اللعب أما الآن أساطير فلنتوجه و نقوم بالتغطي على كونترا و نتعرف على اللعب و الآن سوف نتوجه مباشر إلى أستوندار بلايرلس هنا كما تشاهدون و سوف يظهر معنا العديد من اللعبين المتواجدين في مركز أستوندار بلايرلس كما تشاهدون هنا والعديد من اللعب الأخرين والعني أساطير نقوم بالتغط على ثم بعد ذلك نقوم بالتغط على دوري نقوم باختيار أوروبا ننزل آخر شيء إلى هذا الدوري كما تشاهدون نقوم بالتغط ثم البلد الخاص بهذا اللعب أو جنسية و نختار نقوم بنزول إلى مركز أما بالنسبة للسعر فهو أقل من عشرة آلاف يعني في حدود عشرة آلاف جي بي نقوم باختيار ضون من هنا و سوف يظهر معنا اللعب فكما تشاهدون فهذا هو اللعب يعني طاقته سابعون حتى الآن يعني في مركز RMF و RFF بستايل البروليفيك وينجر كما تشاهدون أن هذه طاقة اللعب هنا يعني طاقة اللعب نظروا إلى الصراع يعني الصراع تسارع و سوف يكون هذا اللعب مفيد لكم في التشكيل الخاصة بكم المهم نقوم بالتحاقد مع اللعب ب 9800 جي بي نقوم الآن بتخطي إعلان تحاقد مع اللعب حسنا الآن أساطير نقوم بالتغط على لوك هنا أوقف اللعب والآن أساطير سوف ننتقع المباشرة إلى تطوير اللعب نقوم الآن بالتغط على مايتيم هنا ثم بلايرز نختار يعني اللعب الجدد معنا في التشكيلات نقوم بالنزول مباشرة إلى هنا ثم سوف يظهر معنا اللعب كما تشاهدون في هذا هو اللعب نقوم الآن بتطويره نقوم بالتغط على level training أساطير و سوف نقوم بإضافة بعض بطاقات التدريب الموجودة هنا كما تشاهدون نقوم بالتغط هنا مباشرة على بطاقات التدريب الآن أساطير كما تشاهدتم يعني ثلاثة واربعون هو آخر مستوي ممكن لكم تطوير هذا اللعب إليه الآن أساطير بعد تطوير اللعب على المستويات سوف نقوم الآن بالانتقال و نقوم بتطويره على حسب يعني المهارات الشخصية و نرى كذلك السرعة الخاصة بعد اللعب في أعلى مستويات و نقوم الآن بالضغط على play art progression هنا كما تشاهدون و سوف تظهر معنا بالنسبة لتطوير اللعب أساطير فنقوم بمباشرة بتطوير تلقائي الموجود في اللعب بشكل عادي كما تشاهدون و نقوم الآن بالنزول و نرى طاقة اللعب انظر هنا acceleration الذي 92 سرعة رائعة بالنسبة لهذا اللعب أساطير يعني يصل لأقصى سرعة خاصة به لعب جيدة و سوف يكون مفيد لكم كذلك البنية الجسدي للعب فهو لاعب جيد و سوف يكون مفيد لكم المهم نقوم بالضغط على process ثم confirm و الآن سوف ننتقل المباشرة إلى التشكيل الخاصة و نقوم بإضافة هذا اللعب إلى التشكيل الخاصة بعد ذلك سوف نقوم بلاعب مباراة بهذا اللعب و نرى يعني أداوة على أرضية الملعب نقوم الآن أساطير بإضافة لعب نقوم باختيار filter هنا كما تشاهدون نختار يعني اللعب مثلا هو من توركيا نقوم بالضغط على توركيا و نتم مؤدون سوف يظهر معي اللعب مباشرة هنا كما تشاهدين أساطير نقوم بإضافته مكان أي لعب بعد ذلك نقوم بتغيير التشكيل مثلا إلى ثلاثة أربعة ثلاثة نقوم بالنزول هنا إلى خطة ثلاثة أربعة ثلاثة فكما تشاهدين أساطير فاللاعب يلعب في مركز كذلك يلعب في مركز و سوف نقوم بتجربتي في مركز في الشرطة الأول و في الشرطة التانية سوف نقوم بتغييره من مركز أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة ننتقل إلى المباراة و نقوم بتجربة اللعب اشتركوا في القناة 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 إذن و كما شاهدتم ما يرزقها فكانت هذه التجربة الخاصة بهذا اللعب صراحة اللعب كان أذوي جيد على أرضيج الملعب يعني صراحة اللعب سريع لديه مهارات في المراوغة جيدة سوف يكون مفيد لكم كذلك في سعر ورخيص فقط ١٠٠٠٠٠ جي بي يعني ١٨٠٠٠ جي بي الحوالي ١٠٠٠ جي بي سوف يكون مفيد لكم في التشكيل الأصدقاء قموا بتجربتي واتركوا لي في التعليقات رأيكم حول هذا اللعب هل كان جيد معكم أم لا كذلك يا أساطير لا تنسوا دعمنا بالزر لايك للمقطع الاشتراك في قناة إذا كنت غير مشترك بعد صدقك قم بالاشتراك معنا في القناة وقم بتفعيل زر الجرس حتى تتوصل بجميع المقاطع الجديدة على القناة كذلك لا تنسى ترك تعليق محفزاً وإذا كان لديك أي تساؤل واتركه كذلك في تعليق سوف أجيب الجميع إن شاء الله إلى ذلك الحين أراكم في مقطع قادم إن شاء الله ومع لاعب جديد أي الأساطير والآن إلى نهاية هذا المقطع ودا